في أحد أعضاء مجلس الإدارة في نادي المريخ السوداني اسمه الأستاذ عادل أبو جريشا نزل مصر وجاي يقعد مع المستشار جلال إبراهيم عشان يطلب شراء عصام الحضري لنادي المريخ السوداني وزي ما قلنا في الخبر أن عصام الحضري بيطلب من الكابتن حسام البدري أنه ياخده معاه نادي المريخ السوداني وفيش مشكلة خلاص في الخبر ده وخبر طبيعي جدا وقلنا أن عصام ممكن ينتقل لنادي المريخ السوداني لكن بموافقة الجهاز الفني وموافقة مجلس إدارة نادي الزمالك ويكون المقابل المادي مناسب يعني الزمالك يوافق على المقابل المادي اللي هو عايزه في عصام الحضري الحاجة التانية بالنسبة للعصام يعني الخبر ده مفيش مشكلة لكن في حاجة تانية قارتها النهاردة في جارية الدستور وتأكدت منها يعني تأكدت منها مكتوب في جارية الدستور أن عصام الحضري طلب عمل اجتماع مع كابتن حسن شحاته وقلنا الخبر ده هنا في الكرة اليوم لكن ما نعرفش إيه اللي حصل في الاجتماع النهاردة مكتوب في الدستور إن عصام الحضري طلب من الكابتن حسن شحاتة إنه يضمه المعسكر اللي جاي ويتضرب مع الفرق أنا مش عارف يعني بصراح عصام الحضري بيعمل حاجات غريبة يعني تصرفات غريبة جدا الراجل موقوف كده كده مش موجود ما بلعبش مع الزمالك عنده مشكلة حتى لو ما عندهش مشكلة موقوف لغض شهر فبراير فمش عارف إزاي يعني تصرفاته غريبة جدا يعني فعلا واحد أعتدحك لما سمعت الخبر ده وتأكدت من صحته أعتدحك مش عارف هو الحضري عايز إيه يعني إزاي حيتمرن مع المنتخب والمنتخب هو راجل موقوف يعني حيتمرن إزاي فطبعا استغربته أعتدحك والله يعني ما فهمتش الحضري عايز إيه من الموضوع ده بصراحة يعني حيتمرن إزاي مع المنتخب الله أعلم طلبات غريبة جدا من عصام الحضري هو معودنا اللي هو بيعمل حاجات غريبة في الفترة الأخيرة